يعني النهاردة الرئيس كان بشكل أو بآخر هو قارئ لدماغ الناس اللي عادة انتوا ألاكوا ايه انتوا عايزين تسألوا في ايه انتوا شايفين ايه عايزين تفهموا احنا مشينا ازاي طب ايه التحديات اللي كانت قدامنا طب احنا كان ممكن نعمل كده ولا مش ممكن طب احنا ليه عملنا ده طب وليه ما عملناش ده انا ليه بتدت بالطاقة طب انا ممكن كنت اعمل ايه في التعليم طب هي الشعوب موقفة ايه من هذا الامر نهاردة الرئيس كان بيكلم الناس بقلب مفتوح بس عشان تبقى فاهم وعارف اللي انت شفته النهاردة على المنصة ده وراء اجتماعات بقى اخرى مستثمرين ما هو بعد ما هو البرزنتيشن ده انا بكلمك عالدولة انا بقولك انا عامل ايه وموقفي ايه ووصلت لأيه اعود معاك بعد كده بقى اقولك والله احنا عندنا مشروع كذا محتاجين فيه مشارك احنا عندنا مشروع كذا ترحينه لمستثمر استراتيجي احنا 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 والمنطقة اللي هو فيها دي اللي هي منطقة الخليج هي الان المنطقة القادرة او يعني بلاش اقول هي الوحدة يعني هي ومنطقة اخرى مثلا في العالم هي القادرة الان في ظل هذه الظروف الصعبة ان تدخل وتستثمر لانه في ناس تانية يقولك لا ما انا يعني انا مش قادر انما الان هي دي المنطقة اللي قادرة على الاستثمار ويا جماعة انا بس عايز اقول لناس كتير من اللي بتفهم الموضوعات بشكل مش مريح يعني الاستثمار هو وين وين الاستثمار ليس فيه يعني ده فلوس مش عارف ايه لا 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 انا بطلب منك انك تستثمر عندي عشان انت تكسب وانا اكسب احنا الاتنين نكسب هو ده ما فهم الاستثمار المساعدات والمعونات هذا امر اخر وهذا امر بدأ يعني في التغير كثيرا حتى الدولة المصرية عايزة تحول المعونات وهو الاخر الى استثمارات الاستثمار باقي انت بتفتح مصنع بتشتري شركة بتعمل وهو الاخر كل هذه الاشياء فالنهاردة الرئيس كان حريصا على انه يشرح للناس ايه اللي حصل احنا وضعينا ايه دلوقتي طبيعة جماعة العالم كله كل دولة معدى عدد من الدول اللي عندها القدرة على انها يعني تبقى يعني مستمرة يعني بدون مشاكل كثيرة انما العالم كله كبير وصغيره عنده مشاكل وكل واحد بيقولك اه انا عندي مشاكل بس لو يعني لو سمحت الجلسة اللي حضراتكم شايفينها دي انت تدفع فيها مليارات اسمها استثمار في ماشر انا وانا قاعد هي مش قضيت فيه كم واحد قاعد من التلاتة اللي اربعة اللي قاعدين دول لو اتنين تلاتة جم دخلوا في مصنع في مصنع للهيدروجين الاخدر لو حد جيه يفتح مجمع سكني كبير لو حد جيه يعمل مصنع تكرير ولا بتاع شغلك خمسمائة ستمائة بني ادم حرقلك الحياة فانت وده اللي بقوله انه المؤتمر اللي بيبقى في الامارات ده حاجة يعني بتبقى البروغرام معمولي ازاي انت بتقابل مين جادة هي دولة جادة في البزنس